موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معنا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب وضح لحنا عرضنا فرص ومنحة كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا والدول كتيرة جدا مختلفة بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطاع والصفر إلى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع المخلية تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة بالإضافة كمان وفرنا فرصة كانت حصرية عن طريق قناتنا وكان عملية التعديم والقبول فيها عن طريقنا كانت فرصة تطاع في في اتنام شاملة معظم التكاليف وتم على المفايزين في هذه الفرصة وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جيدة كتير التعديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا بالإضافة كمان أعلننا عن خدمة من حوالي ثلاث شهور وما زالت هذه الخدمة مستمرة وخدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب اناول كمان نجمع رابط جروباتنا على واتس ايب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاص بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقى موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الان ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا شاملة معظم التكاليف. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في ماليزيا. يبقى الدولة اللي موجود فيها المنحة دي هي ماليزيا. الجهة المانحة هي تمام? ده اسم الجامعة اللي مقدمها المنحة دي ومعناها باللغة العربية جامعة ماليزيا الوطنية. طبعا جامعة من افضل الجامعات حول العالم. طيب الدول المتاحة للتعديد في الفرصة دي هي جميع الدول. اي دولة تقدر تقدم سواء انت من دولة عربية دولة افريقية اسيوية تقدر تقدم عادي جدا للفرصة نيومين غير وجود اي مشكلة. طيب المرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي متاحة لدرجة والدكتوراه. يعني لو انت عايز تدرس درجة والدكتوراه متاح. انما لو عايز تدرس درجة او حاجة تانية ما ننفعش. هي درجة الماجستير والدكتوراه اللي متاحة فقط في المنحة دي. طيب بالنسبة بالي التمويل. التمويل بقى يعني حاجة خرافية. اول حاجة ان المنحة دي هتشمل لك مصاريف الدراسة كاملة بالمجان. مش تدفع اي حاجة خالص كل مصاريف الدراسة على حساب الجامعة. تاني حاجة المنحة دي هتشمل لك راتب شهري تلات تلاف وماتين رنجت لطلاب الدكتوراه بما يعادل سبعمائة وتلاتين دولار. يعني تلات تلاف وماتين رنجت بما يعادل سبعمائة وتلاتين دولار هتخدهم راتب شهري لك. ده له طلاب الدكتوراه. طلاب الماجستير هياخده الفين وماتين رنجت. آآ بما يعادل خمسمائة دولار. طبعا راتب ممتاز جدا. طيب تعال نشوف اللي بعدها دي. اللي بعدها ان هيوفر لك راتب شهري حوالي تلتمائة رنجت. تمام? ده مصاريف السكن. يعني انت كمان التلات تلاف وماتين رنجت او الالفين وماتين رنجت اللي انت هتخدهم مش محسوب منهم مصاريف السكن. ده مصاريف السكن هتاخد مصروف تاني خالص عشان يوفروا لك منه آآ السكن وجده. تمام? طيب ايه كمان? بالنسبة كمان للتذاكر الطيران مجانا من دولتك إلى ماليزيا. كل التذاكر الطيران يعني الزهاب والعودة. آآ عند بداية الدراسة عند الانتهام للدراسة هتكون على حساب الجامعة. كمان تكلفة الفيزا لدخول ماليزيا. اللي ها التأشيرة والاقامة التي تعملها كناك هتكون على حساب الجامعة كاملة تاني من غير وجود اي مشكلة. تمام? بالاضافة كمان بقى رسوم حضور المؤتمرات طبعا في مؤتمرات وسامنا رسم حاجات زي كده. بتنظمها الجامعة سواء في ماليزيا او خارج ماليزيا. كل التكلفة دي هتكون على حساب الجامعة. تمام? بالاضافة بقى رسوم التسجيل في الجامعة واللي هيا فيه والحاجات دي. مفيش خالص. تمام? يعني آآ كل حاجة هتكون بالمجان على حساب الجامعة. طيب ايه هي التخصصات المتاحة في المنحة دي. التخصصات المتاحة في المنحة دي كتير جدا. عندنا كل التخصصات الهندسية بجماعة انواعها. عندنا الحقوق. عندنا كانت تخصصات علمية وادبية. كمان موجود المدسن الطب موجود. الصيدلة موجودة. موجود. هتلاقي. هتلاقي. يعني يعتبر انها لما كل تخصصات يعني كل التخصصات المتاحة تتبر موجود في المنحة دي. تمام كده? فاحنا كتبلكوا هنا التخصصات كلها تقدر تشوف التخصص المناسب لك. وطبعا يعني اه بالنسبة لدي كليات. فكمان داخل الكلية دي هيكون فيه تخصصات فرعية. تمام? فدي حاجة مميزة جدا كمان في الجامعة دي. طيب. اه ملاحظة هنا بقى ان هذه المنحة تحتاج شهارة لغة انجليزية. يعني يا حضرتك برغم التمويل الجامد اللي هي بتقدمه التمويل الخرافي ده هي مش محتاجة اي شهارات لغة. طبعا في منح اوروبية كتير او في منح بتحتاج شهارة لغة. تمام? المنحة دي ما فياش شرط التعجيزي ده. منحة دي متاحة من غير شهارة لغة الانجليزية. كمان ليس بقى حد اقصى لعمر يمكنك التقديم لو سنك كبير ما فياش اي مشكلة ما حددوش حد اقصى للعمر في المنحة دي. فطبعا دي حاجة ممتازة جدا برضو. طيب ايه هي بقى الاوراق المطلوبة في المنحة دي عشان تقدر تقدم لها? اول حاجة حضرتكم محتاج صورة شخصية لك. تمام? صورة شخصية بخلفها بيضاء. طبعا دي حاجة سهلة جدا. تاني حاجة صورة الهوية الوطنية او صورة الباسبور. يعني صورة جواز الصفر بتاعك بالاضافة ان المنحة دي قالت لو انت مش معك صورة الباسبور تقدر تقدم صورة البطاقة الشخصية او صورة الهوية الوطنية اللي موجودة في بلدك. دي حاجة ممتازة جدا برضو. تمام? لان في بعض الاشخاص ما عنداش الجواز الصفر. اه بالاضافة كمان انت محتاج كاشف الدرجات لاخر مؤهل دراسي كاشف الدرجات بتاع اا البكادريروس او اهي اللي انت يعني على حسب الدرجة اللي انت هتقدم عليها اخر مؤهل دراستها ودرجة كل مادة في الكاشف ده. طيب كمان محتاج السيرة الزيتية. السيفي بتاعك يكون موجود. محتاج خطاب نية قوي لازم تعمل قوي اللي انت عايز تدرس في المنحة دي وعز تتقدم للجمع دي. الاضافة كمان ان في حاجة اللي هي ملء منها. يعني حضرتك هتجمع كل الاوراق دي هتوفر كل الاوراق دي وفيه هتملاق. ده مش ده في شكل على كده نبص عليه. انا هتطلق هنا اللينك بتاعه وتيجي تضغط على كلمة هنا. هيفتح معاك او هينزل معاك الاول هنا في شكل تمام? هتفتح على الجهاز بتاعك هيزهر لك بالشكل ده. انت مطلوب من حضرتك انك تملى الفورم ده مع باي الاوراق طيب. الفورم ده في الفورم ده هو نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الاول اللي هو بينبه عليك تاني الاوراق المطلوبة صورة جواز الصفر اه صورة الهوية الوطنية او جواز الصفر يعني هنا صورة شخصية صورة جواز الصفر او صورة الهوية الوطنية اخر مؤهل دراسي سيرة ذاتية. فحضرتك اول حاجة هنا بالنسبة للجزء ده انت هتيجي تمنى على حسب الحاجة اللي انت خلصتها انا معايا صورة جواز الصفر خلصتها اجي احط في الجزء ده علامة صح. ده هنا بالنسبة الجزء ده المنحة. يعني محدش اكتفيه حاجة. الجزء ده الخاص بيك تيجي تعمل علامة علامة صح. ان خلاص موفر صور الجاوة الصفر. موفر اه الهوالي الوطنية. موفر اخر مواهل دراسة. حيكا استعمل علامة صح واندام الحاجات اللي انت موفرها. تمام? طيب نيجي بعد كده نخش ليه الجزئية دي بقى. اللي هي معلوماتك الشخصية. انت مطلوب منا كنا ان اكتم للمعلومات الشخصية بتاعتك. وحضرتك لاحز ان هنا معمول بلغتين. لغة الملايو واللغة اه واللغة الانجليزية تمام? اه طبعا اندونيسيا وماليزيا والدول دي بتتكلم اللغة الملايو. فحتلاقي هنا اللغة الملايو فوق واللغة الانجليزية اسفل تحت. فطبعا انت لو بسيت على الكلمة الموجود من فوق. اه فحتلاقي انت مش فاهم حاجة بس اه اللغة الانجليزية موجودة هنا. تمام? طيب هتيجي بقى تكتب هنا رقم الجواز الصفر بتاعك او الهواء الوطنية. هتيجي تكتب العمر بتاعك. هتيجي تكتب اه دولتك دولة الاقامة. تمام? تيجي تكتب هنا الكلية اللي انت عايز تقدم ليها. وانت عايز تدرس ماجستير ولا دكتوراه. تم لكل الاشياء دي. تكتب العنوان الحالي بتاعك. انت ساكن فين دلوقتي والدولة اللي انت فيها. والاميل الشخصي بتاعك. تمام? طيب. في الجزء ده بقى بيتكلم عن تمام? اللي هو اخر مؤاهل الدراسة انت حصلت عليه بتحط المعلومات بتاعته. هتلاح عندك حضرتك هنا طيب. لو انت هتقدم لدرجة اه الماجستير ملكش دعوة بالجزء ده. لان خلاص انت رايح تدرس هناك فيبقى مش هتملى الجزء ده. لو انت مقدم لدرجة الدكتوراه يبقى هتملى الجزء ده اللي هو جزء الخاص بالبكالوريوس والجزء الخاص به المصدر. طيب انت تكتب هنا يعني درجة اللي انت حصلت عليها كانت لكلية ايه? تكتب بتاعك. تمام? المعدل الترقومي بتاعك. اه تكتب التخصص بالزبط كان ايه? اه تهون اللي هو تكتب السنة بتاعتك تمام? اللي انت تخرجت منها. وتكتب اسم الجماعة تمام? تحطها هنا. طيب خلصنا الجزء ده بتروح بقى للجزء ده الجزء ده خاص بالبكالوريوس اللي هو مسلا لو انت ليك منشورات مسلا او ليك او حاجات زي كده بتحط بيانات دي هنا. لو عمل دكش خلاص بتسيب الجزء دي فاضح. طيب نروح لاخر جزءة بقى اللي هي بالنسبة ليه اه التوصيات. التوصيات هنا انت بتحط بيانات لشخصين اه هم يعرفوك سواء السادزة كانوا موجودين عندك في الجامعة سواء اه اصحاب عمل بتحط بياناتهم اسم كل شخص اه اه عنوان ورقم تليفون والايميل بتاعه تمام? تحط البيانات دي بحيس لو الجامعة مسلا حبت تتواصل ممكن الجامعة تتواصل معهم تسأل مسلا اه اي شخص منهم هو مسلا يعرفك من امتى تسأله هو بيوصف مارتك ازاي? هل انت شخص مسلا ممتاز في الدراسة او ممتاز في العمل تمام? فممكن الجامعة تتواصل معهم ممكن لا تمام? ده بالنسبة للجزءة دي. طيب اه بالنسبة بالاخر دي لحطة الاخرانية خالص في اللي انت هنا بتقول ان انا موفق على كل حاجة انا كتبتها في وعلى اللي انا ارفق البيانات بتاعتي ليكم وبتعمل الامضاء بتاعت حضرتك هنا وبتكتب التاريخ اليوم هنا. تمام? ويبقى انت كده كامل. طيب بعد لما اجهز الاوراق دي كلها وجهز اعمل ايه? حضرتك مطلوب منك بقى ان تروح تقدم في المنحة وتجمع كل الاوراق دي. طيب عشان تقدم يتم تجيز كل هذه الاوراق وتجميعها وارسلها الى هذا الايميل. يبقى انت هتجمع كل الاوراق دي. والابليكيشن ده تملاه وتحطهم كلهم في ملف واحد وتروح باعتهم للايميل ده. تمام كده? يبقى انت لازم تبعت كل الاوراق دي مجمعة مع بعضها لهذا الايميل. طبعا فيه اه في طريقة تانية للتقديم وهي طريقة التسليم باليد. اه تروح الجامعة او تشحن الوراق بتاعك اه للجامعة. ولكن هما يعني قالوا اي طريقة متاحة ممكن تبعت الاوراق للايميل ده او ترسلهم باليد. فالاسهل طبعا انك تبعتهم من الايميل. تمام? فترسل الاوراق للايميل ده. طيب امتى اخر معاد للتقليم في الفرصة دي? اخر معاد هو ستة يوليو الفين وعشرين. تمام? يبقى قبل المعاد ده لازم تكون مجالس كل اوراقك وترسلها اللي احنا قلناه فوق. طيب هنا ملاحزة كمان ان احنا كقناة منح من كل الالوان احنا بنتيح عملية التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. اه بنقدم لك بشكل احترافي وبنعمل خطابات النية وما الى زلك تقدر تقدم من خلالنا. كمان بنتيح تجهيز الاوراق كمالا زي خطابات توصية وما الى زلك. فلو حضرتك عايز الحاجات دي. مسلا نعمل لك الاشياء دي بشكل احترافي. ممكن تتواصل معنا بخلال الاستمارة الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده او تقدم بنفسك بالتبشر في فيديو برضو مفيش مشكلة. طيب وهنا ده الاعلان الرسمي للمنحة انا احطيته لكم لوحد حاب يطلع لأي شيء. تعال كده مبص سريعا عليه. هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلت هنا موجودة باللغة الانجليزية. ده اللي هو اه يعني بتاع المنحة تمام? اه كل شيء كادمين هنا يعني المرتب وما الى زلك. وفي الجزء ده بيقولك يعني انك تبعت الاورادي كلها لهذا الايميل زي ما كنت قلت لكم. ولو اه يعني عايزة طبعا تعرف معلومات اكتر في هنا زي ملفات كده مشرح في ها معلومات اكتر عن المنحة. وهنا ده الفورم اللي احنا كنا شرحناه هو نفس الفورم اللي احنا اتكلمنا عليه هو ده. هو نفسه. تمام? كده كل شيء شرحنا في المنحة دي منحة ممتازة جدا. فيها معظم اتخاصات ترية بشاري كبير جدا موفرة لكل حاجة. اقامة وكل شيء على حسابهم. يعني انت مش محتاج اي حاجة خالص. يعني ان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والاقول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.